أقدى مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيانة برئاسة سمو الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارة التي سوف يقوم بها يوم غد رئيس الوزراء بجمهورية تركيا صديقة بن علي يلدرم والوفد المرافق له والتي تاتي ضمن إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين والتشور والتنسيق بينهما في كافة المجالات والميادين ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومية عن عام 2017 المتضمن نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2017 وكذلك نتائج متابعة الجهاز للمشروعات الحكومية الجاري تنفيذها بناء على متوسط النسب الإنجاز الفعلية والمخطط لها كما تضمن التقرير ملاحظات الجهاز على المشاريع والتوصيات والمقترحات التي توصل إليها الجهاز بهدف معالجة الملاحظات المشاري إليها وقد أشهد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلت في أعداد التقرير وما يقوم به الجهاز في مجال متابعة المشروعات الحكومية وملاحظات ديوان المحاسبة لتحقيق الأهداف المنشودة وقرر المجلس تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ التوصيات المردة بالتقرير بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ومن جانب آخر بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة أشهد مجلس الوزراء بمنتهى إليه الاستجواب المقدم إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء من تأكيد الانتقة المستحقة لسموه من قبل الأخوة أعضاء مجلس الأمة منويها بما قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء من شرح واضح للمخالفات الدستورية التي شابت الاستجواب بمختلف محاوره ومتطرق سموه إليه بشأن بعض الجوانب الموضوعية من قبيل التعاون مع مجلس الأمة المؤقر حرصا على تبيان كل الحقائق والبيانات المتعلقة بموضوع الاستجواب بكل وضوح وشفافية مؤكدا بأن ليس هناك ما يخفى أو يخشى طرحه كما أثنى مجلس الوزراء على ما قدمه كل من معالي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيط الرشيدي وكذلك معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من ردود مقنعة وافية وشرح تفصلي دقيق بكل ما جاء في هذين الاستجوابين مدعما بالبيانات الكاملة والإحصاءات والأرقام التي تحكس حرص الوزيرين على الالتزام الصادق بمضامين القسم أمام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وأمام مجلس الأمة وبدل قصار الجهد لأداء مهام العمل الوزاري وتحمل الوسئولية الوطنية ماربا عن يقينه في إنصاف الأخوة أعضاء مجلس الأمة وتجديد الثقة المستحقة بهما ليواصل مسيرتهم الإصلاحية بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء وزملائهم الوزراء تحقيقا للغايات الوطنية المنشودة كما أشهد مجلس الوزراء على معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على حسن إدارته لهذه الجلسات وما قمت به الرئاسة من جهد مشهود وحرص صادق على تكريس الممارسة البرلمانية السليمة كما عبر عن شكره وتقديره للأخوة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة بما أبدوه من مواقف مبدعية تستهدف العدل والانصاف والالتزام بأحكام الدستور والقانون ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا صدد أدان مجلس الوزراء التفجيرين الانتحاريين الذين استهدفا مكتب المفوضية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس مؤخرا مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا ومجلس الوزراء إذ يندد بهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أرواح الأبرياء وترويع الأمنين لا يؤكد على موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ودوافعه سعيل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل ومن جانب آخر استنكر مجلس الوزراء الهجوم المسلح الذي تعرض له وزير الداخلية الباكستاني إحسان إقبال في إقليم البنجاب مؤخرا والذي أسفر عن إصابته وكذلك حاجة التفجير بمسجد شرق أفغانستان مؤخرا والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين مجددا موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة صوره مهما كانت دوافعه ثم عرب مجلس الوزراء عن بالغ تعزيه إلى جمهورية الهند الصديقة حكومة وشعبا بضحايا العواصف الشديدة التي ضربت ولايتي راجستان وأوتار برادش في شمال الهند والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين ترجمة نانسي قنقر